تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة صباح اليوم من حجز خمسة كيلوغرامات من مخدر الكوكايين حيث أصفرت التحريات المنجزة عن توقيف شخص وبحوزته هذه الكمية من مخدر الكوكايين وسيارة يشتبه تسخيرها لأغراد نقل وتهريب المخدرات ومكنت عمليات التفتيش من حجز مبالغ مالية مهمة نهزت ثمانية ملايين ونصف مليون درهم ومبلغ آخر بالعملة الأوروبية يشتبه في كونه من العائدات الإجرامية المرتبطة بترويج المخدرات الصلبة